واحنا يعني اخترت ان احنا نتكلم في موضوع ثقافي شوية بيجمع ما بين الثقافة واللغة وكيف تصوغ اللغة ثقافة الانسان وكيف تحدد اسلوب تفاعله مع الاخرين مسألة اللغة دي ده بحر كبير جدا وعالم واسع وان التشعب وتعدد اللغات ليس فيه انفصال شديد يعني اللغات دي بينها مشتركات والناس بتحاول ان هي تفهم هذه المشتركات انا بتكلم من جانب المتخصصين اللي بدرسوا اللغة وبيحاولوا يوجدوا معاني مختلفة ما بين اللغات المتعددة وازاي ان اللغات دي بتتشابه في اشياء وتختلف اشياء تنه انا بس هقف قدامكم على موقف انا يعني لفت انتباهي في موضوع اللغة اول ما عاشته يعني انت عارف اللي بيدرس في الخارج بيبقى عنده مجتمع طلبة بيحيط به تقريبا من كل انحاء العالم جاي من كل القرات ودي بيبقى عادة بيبقى فيه يعني اختلاف ثقافي كبير واختلاف في اللغة حتى لو كان هناك يعني لغة مشتركة مثلا زي في الحالة اللي انا بتكلم عليها كانت اللغة الانجليزية لكن المجتمع المغتربين دول او اللي جايين من خارج بريطانيا كانوا بيتكلموا لغات مختلفة وبيتحدثوا لغات مختلفة اتذكر ان انا يعني شفت مرة محادسة ما بين اتنين من الطلاب قادمين من مالطا فلمست كده في بعض الكلام اللغة كلام باللغة العربية يعني انا استغربت جدا وبيتش فاهم انا يعني اي نوع محادسة بسمعه يعني فجيت مثلا واحد بيقول للتاني اخسل ايدك فانا حتى استوقفته وطوله يعني دي انت اصدق ايه بالانجليزي قال لي اصدق انه يخسل ايده وطوله يعني معناها ان انت بتستخدم نفس التعبير اللي انا بيستخدمه في اللغة العربية فهو حتى استغرب جدا وقال لي قابل فاعل احنا عندنا يعني كثير من الكلمات من اللغة العربية نتيجة تفاعل مالطا مع المحيط العربي بالاخص اللي بيعمل فذكر لي مجموعة من الكلمات فاستغربت جدا ان هذا التزاوج والتعبيرات اللغوية موجودة في هذا السياق مرة تانية كنت بستمع لمحاضرة مفروض بيقولها حد بالسواحيلي لكن كان معنا الترجمة يا ففجيت دي بدأ المحاضرة باربع او خمس جمل بلغة العربية فانا شلت جهاز الترجمة خلاص قلت اسمع عربي ففجيت دي اتكلم لغة تانية فانا قعدت مع الشخص اللي اعج جنبي وطوله انا هو بيتكلم ايه بالضبط فاتضح برضو ان اللغة السواحيلي دي فيها بعض حاجات من لغات افريقية على لغة عربية على تشكيلة كده لغوية الكلام ده درسه استاذ كبير في الجامعة الكاثوليكية في ميلانو هو الاستاذ جيوفاني جوبر وانا حيلتقد به وعنده كتاب لطيف جدا اهدالية بيكلم على الثقافة واللغة والتاريخ كتاب لطيف جدا مسميه لغات وثقافات وتجارب ترجمته نسمة ابراهيم عن الايطالية لانه كتب بالايطالية ثم ترجم الى اللغة العربية ورجع ودققه الدكتور واقل فاروق وهو برضو من الاساتذن البارزين في جامعة في الجامعة الكاثوليكية في ميلانو ودي تعتبر اكبر جامعة خاصة في اوروبا جامعة ضخمة جدا يعني لما توحى تقرأ كتاب وتتكلم مع الاستاذ كبير يعني جيوفاني جوبر وهو رئيس قسم اللغات لما توحى تتكلم معاه تفاجأ بأشياء غريبة لانه درس اللغات في اوروبا فبيتكلم على قال لن الحدود السياسية في اوروبا دي ما ما نعيدش ان اللغات تروح وتيجي يعني ايه اللغات بتختلف واللهجات بتختلف وفيه اللغات بتحمل كلمات متشابهة الانجليزي خد شوية من فرنسا والفرنسا مش عايف خد منين والالمانية خدت ميعرفش من الروسية والروسية خدت من الالمانية وده خد من ايه واللغات القديمة واحد يحكي لي كيف تفاعلت او مسيرة هذه اللغات وكيف تفاعلت في اطار التاريخ وفي اطار السياسة وايضا في اطار القبائل والاعراق والاسنيات زي ما بيقولوا وازاي يطوروا هذه اللغات على هذا الحد فطبعا كان مسألة ملفتة جدا وده اللي بيلفت الانتباه الى ان اللغة ممكن تبه اداد تواصل ده اللي انا عايز اقوله يعني اللغة ممكن تكون اداد حوار واداد تواصل وان المشتركات اللغوية احيانا في اللغات المختلفة قد تكون عامل من عوامل بناء المشتركات ما بين الناس وان الناس تفهم نفسها اكتر يعني كل ما انت تحاول تفهم لقبامك اكتر تفهم لغته اكتر لان اللغة مش بس كلمات اللغة ثقافة ورموز وكتابة واسلوب تفكير انا افتكر يعني نيافة الامبرغوريوس مرة كان بيدي محاضرة واسترجع العديد من الكلمات التي تقال في مجتمعنا اليوم واستدعاها وبين ان اصول هذه الكلمات ترجع الى اللغة القطية وترجع ايضا اللغة المصرية القديمة فاللغة بتتوارس والناس بتتوارس واحنا احنا بنستخدم بعض الكلمات واحنا مش عارفين ان الكلمات دي تعني نظام تفكير ولها لغة قديمة وتطورت بطريقة معينة وكثير من الامثال الشعبية اللي احنا بنستخدمها لها فلسفة بس احنا يعني مش درسنا احنا توارسناها وبنكررها وبنقولها الكتاب بتاع الدكتور جيوفاني جوبر حقيقة ممتع جدا احد اتكلم فيه عن ازاي الناس بتتفاعل مع اللغات ده في مجتمع واحد بيبقى فيه تلات اربع لغات والناس متعايشة واللي بيتكلم لغة واحدة بيفهم اللغة التانية وفيه واحد بيتكلم لغتين وفيه واحد يفهم اللغات كلها لكن معرفش يكتبغي اللغة واحدة وفيه واحد بيبقى بارع فيه اكثر من لغة يعني اصدي اللي انا عايز اقوله اللغات المتنوعة في المجتمعات المختلفة هي في ذاتها تعبير عن تنوع البشر ان البشر نفسهم مختلفين وزي ما بقول كل ما نحاول نفهم لغة الاخر اللي هو بينطاقها واللي هو بيكتبها افضل كل ما نحاول ان احنا نقرب من طريق تفكيره اكتر ده بقى بيستدعي ان فيه قول مقصور يعني انا يعني حاولت او جبته عشان انهي بيه هزي الحلقة ويرتبق بموضوع اللغة ايضا القول ده قاله ابن خلدون وعالم اجتماع العربي الشهير والمعروف يعني يعتبر له كتابات مهمة جدا في هذا السياق وبالأخص في مجال المجتمع يعني من ضمن الحاجات اللي قالها قالك مفيش تفكير سليم مفيش وراه لغة سليمة يعني مفيش واحد يقدر يفكر صح ويعبر صح الا زكالة دي لغة صحيحة وده احنا بتشوفه في المجتمع مش محتاجين يعني فلسفة كبيرة عشان ندرك هذا الكلام يعني لما تلاقيه في المجتمع احيانا ان الناس ما بتفكرش صح وما بتتكلمش صح او لما يستطيع ان هو يعبر تعبيرات مشوشة وغير واضحة على اللي هو بيفكر فيه يبا هو ما بيفكرش صح لكن الانسان لما بيفكر صح او بيبع عنده تفكير واضح يستطيع ان يستخدم ما ذكره ابن خلدون لغة تامة صحيحة ده بيعجبني جدا في الاقوال المقصورة يعني ما تلاقي مثلا بعض الاقوال المقصورة سواء كان لفلسفة او حكماء او قدسين شوف طريق تطويع اللغة ده دليل على انه يفكر تفكيرا صحيحا فاللغة المنطوقة هي تعبير عن الفكر غير المنطوقة انا مش عايز اتفلسف معاكو على اخر الليل لكن اللي انا عايز اقوله ان الانسان لما بيفكر صح بيقدر يتكلم صح يعني لما بصل بعض اقوال القديسين تلاقي عبارة موجزة واضحة جدا بتشيء بكثير من المعاني معناها انه بيفكر صح يعني مثلا من اقوال القديس الانبى موسى القوي اه الجأ الى الله بنفسك فتستريح لما تقعد تبص على البناء اللغوي لهذه العبارة هو بيتكلم عن اللجوء وبيتكلم عن الله انه الملاز والملجأ وبيتكلم على انه المكان الوحيد اللي ممكن يستريح فيه الانسان هذه العبارة المصاغة بهذه الدقة والروحانية هي تعبر عن تفكير عميق ودقيق ومنظم وايضا روحاني فهي مش مجرد كلام مش مجرد رطانة مش مجرد تكرار لعبارات ولكنها في الواقع تعبير عن تفكير صحيح انا قصدت بس النهاردة في نهاية برنامجنا ان انا حكي معاكو شوية في موضوع اللغة ونهتم ان احنا نبص على اللغة من منطق ان احنا نشوف ازاي الناس بتفكر لان اللي بيفكر صح اكيد بيتكلم صح وزاي ما قلتلكوا اللغة دا للتعبير عن الفكر اللي احنا مش شايفينه